معي ومنهاردة معي كمان من ديفتنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو وأستاذه حناء أحمد حسين جitta مت siguرة من قانون الأحمر الشخصي أهلا بك أهلا بحضرتك معي أستاذ مجدي عبدالغني مسؤول علاقات أسرية وتنمية بشرية أهلا بحضرتك ومعينا أستاذ محمد ميزار المحامي ومتخصص بشؤون قضايا الأسرة أهلا بحضرتك منوارنا أستاذ محمود الولادي أحد متضرري قانون الأسرة أهلا بحضرتك منوارنا في البداية هسمع أستاذة هناء وأكيد عند كل جدة حكاية بنسمعها بجد في كل مرة وبنبقى متأثرين للموضوع لأنه بجد الأطفال هي اللي بتبقى متضررة في أنها بتتحارم سواء بتتحارم من جدة هنا أو هنا بتتحارم من طرف من الطرفين بتتعاني مشاكل ما بعد الطلاق مع الأب أو الزوج والزوجة اللي كانوا متجوزين وكانوا عايشين حياة المفروضة أنها طبيعية وعادية بتتحول لحياة مختلفة تماماً وبجد هم أكتر طرف بيعين أكيد طبعاً أنا أحكي حكايتي كأم الأول كأم عايزة تفرح ببنها الوحيد وجوزته زي أي أمة بتجوز ابنها وعرفة يعني إيه معاناة شاب بيجاهز نفسه ويعمل بيت وأسرة وإحنا كأسرة زاعدناها على قد ما نقتر فبعد الجواز بعد خمس سنين من الجواز منهم ثلاث سنين هو بيعالج الزوجة علشان تخلف أو تجيب أطفال يعني أول ما خلفت البنت البنت تقلبت 180 درجة أنا مش عارفة فيه إيه يعني خدت البنت ومشت وابتدت تفتعل بقى قضايا وتعمل مشاكل كده من غير أي حال كده بدون أي أسباب غير إن هي عايزة تعيش عن نمط اللي هي عايزة تعيش به في دماغها يعني فكرة تحمل المسئولية دي كانت بالنسبة لها عقبة كبيرة لأ أنا كده الحم نتقل علي زوج وبنت وأسرة وبيت طب إنت حضرتك كنت مجاوزة لي طب كل الأسرة بتبني على هذا الأساس فبتدت تفتعل مشاكل وتعمل مشاكل وكمان اللي فتح يعني على المشاكل نموذج آخر من صديقاتها في الشغل عملت نفس الموضوع خدت النهج بتاع القضايا والمشاكل والمحاكم فهي شافت إن ده إيه ده ده الستات بتعرف تجيب حقها كده الستات بتعرف بتاخد حقها بالطريقة دي طب يلا جوهل طب وحياتها فين ما بصتش لا لا هيني طب عايزة أقول بس إنه في أي حوار بنفتحه هنا أو أي طرف بيتكلم فللطرف الثاني حق الرد في أي وقت طبعا ده متاح وإن كان إحنا مش بنتكلم على شخصيات بعينها إحنا بنتكلم على نمازج موجودة في المجتمع وعايزين نشوف الحلول يعني إحنا لما بنقف قدامنا موذج زي ده فإحنا بنتكلم على يعني الاختيار من ناحية ومن ناحية تانية تحمل المسئولية سواء أنا ما بتكلمش برضو على يعني زوج ابن حضرتك أنا بتكلم على الأزواج بشكل عام أو الشباب اللي مقبلين على الجواز قد إيه مهمة جدا يعرفوا المسئولية ما أقدر إن هو داخل على مسئولية إحنا مش داخلين رحين رحلة إحنا رحين نتجوز ونفتح بيت ونجيب أطفال ونربي ونكبر ونعلم لكن مع أول طق للمسئولية اللي هي بكادش لسه ده لسه كاتل بنت سنة يعني فمع أول خلاف بينهم على برضو المسئوليات دي لا هي قررت هي مش عايزة تاييش مش عايزة كامل طب خلاص نتفاوض نتكلم نتكلم بالحسنة لأ الكلام مع المحامي على طول على طول الكلام مع المحامي حضرت مش لأي حد تكلمي مش لأي حد راجل يعني مع احترامي لكل السيدات على راسي أنا جيت خدتها من بيت كان في راجل قاعد بيكلمني ما لقيتش حد أتكلم معي طب الكلام مع المحامي ابتدى المحامي رحنا المحامي نتكلم معي ابتدى المحامي بقى المساومات بقى ولا ادفعوا كذا لا اعملوا كذا طيب انت عايزة ايه انا عايزة كامل حقوقي طيب على راسنا خدي كامل حقوقي لا بالمحكمة اللي هي فكرة تعنت وعند مش اكتر يعني انا كل حقوق عرضتها لها بما يرضي الله طب ايه لا هيخلي حد يرفض يعني مع احترامي طبعا ومسدع حضرتك وكل حاجة بس لو اي حد بيسمعنا هيقول لي اي طرف تاني يرفض انه ياخد حقوقه بدون محاكم ما هو لو الطرف عايز حقوقه بس لكن هو عايز فوق حقوقه هو عايز فوق حقوق ففوق حقوقك ليه عشان ايه بالاخص ان هو عمل ايه يعني هو الزوج لما نقعد كده عملك ايه طب قعودي تكلمي انتي مش لقي حد تتكلمي معايا انتو ما كنتوش عايزين طلاق اصلا خالص اطلاقا اطلاقا احنا عدنا سنة ونص في المحاكم وبعد السنة ونص طلقنا بقى خلاص يعني الدنيا راحة في الاسوأ الامور راحة في الاسوأ طيب نشوف بقى البنت لا مفيش شوف لقى البنت عملنا رؤية مفيش رؤية بتتنفذ مفيش حاجة بتتنفذ مفيش حتى الانذارات او الاعلانات اللي بتروح لها من المحكمة عشان الرؤية ما بتستلمهاش ومش هنفذ رؤية ومش هتشوف بنتك طب ليه التعنط ليه التعنط في كل حاجة الزوجة عندها حولي 28 سنة تقريبا 28 سنة طب يعني شكل حالتك كمان صغير في السن يعني اعتقد ان المسافات مكنتش كبيرة ان احنا نتكلم والله انا مش هشكل في نفسي ايوه ولا هعرف اقولك انا كنت بقى على حالاتك او انا كنت بتعنط انا بتكلم على انه اي بنت اه يعني بتبقى مقبلة على الجواز او دخلت مرحلة جديدة في حياتها هي بالنسبة لها كل حاجة جديدة مهما سمعت او يعني او عرفت او بصت بره شافت تجارب تانية ما بيبقاش زي واقع التجاربة نفسها على الشخص هقول لحضرتك تحملنا المسئوليات بيختلف من الشخص الاخر انا عندي قدرة تحمل مسئولية غير يمعندوش فالبنت معندهاش مسئولية معندهاش قدرة تحمل المسئولية هي قاعدة ببيت ماما ماما شايلالها وابنتها اختي بتاخدها وتخرج بيها واختي التانية بتلعب بيها انا مش شايلة مسئولية البنت فإيه اللي هيجبرني لا انا عهد عند ماما احسن هي دي الفكرة فطب انا اللي انا جاي تكلم فيه ان انا يعني فين القانون القانون ادى الزوجة كل الحق وكل المنظمات النسوية والمركز القاومي للمرأة كل دول مع الزوجة المطلقة فقط انا بقى كست مش انا ستة هو انا كستة وجدة حقي فين انا عايز اشوفها فت طب انا بدون دفاع عن يعني عن المنظمات او عن المجلس طبعا المجلس ليه حق الرد وكل اه زي انه قلت في البداية انه اي حد ليه حق الرد علينا